رسالة عجلة من الصحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بشأن متحور كورونا الجديد مشاهدي ومتابعة تلفزيون الوطن في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة وزارة أصحة والسكان وجهت رسالة عجلة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بشأن متحور كورونا الجديد تمثلت في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحصول على الجراءات التنشيطية وذلك لمواجهة عدوى متحور كورونا الجديد IG5 قائلة متحور كورونا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حال عدم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا كشف عن أعراض متحور كورونا الجديد والتي تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة والسعال وفقد حاستي الشم والتضوق أو تغير في الحاستين وضعف عام وألم في الحلق وكحة شديدة كما يصيب الجهاز التنفس العلوي وتكسير بالجسم بسيط الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس قال أن متحور كورونا الجديد ضعيف ولكنه سريع الانتشار وأنه تم توفير لكافة الكواشب الخاصة بالكشف عن المتحور الجديد والمتعلقة بالتسلسل الجيني وتابع أنه يمكن فقط الحالات المتوسطة تناول مضادات حيوية ولكن بعد استشارة الطبيب محذرة من اللجوء لمضادات الحيوية في علاج المتحور الجديد الدكتور حسين كمان قال أن الجرعات السابقة اللي حصلنا عليها في الوقاية من فيروس كورونا جيها فايدة كبيرة في مواجهة هذا المتحور لكن أنا دائما ننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية أن يحصلوا على لقاح الأنفلونزا كل عام لأن الأنفلونزا فيروس مثل الكوفيد 19 واللقاحات في مراحل التطور وحينما يأتي أي متحور تصبح اللقاحات شاملة هذا المتحور رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا كمان أكد أن هناك تطور كبير للقاحات خاصة بكورونا ولكن لا يمكن تجاهل اللقاحات الحالية فهي مفيدة وتعزز المناع في مواجهة العدوى وأن اللقاح المتوفر حاليا هام ومفيد وفعال جدا وعلينا أن نكون حرصين على تناوله والحصول أيضا على الجرعات التعزيزية رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قال كمان أن كورونا لم تنتهي ومنظمة الصحة العالمية قالت أننا نتعامل مع الفيروس كفيروس توطن وأصبح طبعا موجود في زي أي فيروس في العالم الفيروس أصبح متوطن في البلاد وأنها حرب بين الفيروس الذي يبحث عن البقاء وبين الإنسان الذي يحرص دائما أنه لا يصاب بأي مرض أو فقط وأكد الدكتور حسين حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن من شروط بقاء الفيروس لابد أن يصيب الإنسان لأن الفيروس ليست لديه القدرة على توليد طاقة أو البقاء ومن أجل أن يعيش الفيروس يقوم باستغلال خالية الإنسان في ذات السياق دكتور حسين عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أكد أن هناك مخزون استراتيجي من اللقاحات يكفي لمدة طويلة وأن اللقاح المتوفر حاليا صالح حتى وأن تحور الفيروس حيث قلنا اللقاح المتوفر حاليا مجانا مطالبا طبعا الدكتور طالب جميع الفئات عالية الخطورة كأصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على الجراعات التنشطية وذلك لمواجهة عدوى متحور كورونا الجديد بكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر